طيب يا اصدقائي اهلا بكم اليوم يوم حداشر كما تعلمون في هذه السلسلة استثمرنا الف دولار على عملة رقمية اسمها ريف والان حنشوف اليوم التاني ماذا كسبنا ما هو الربح وللأسف هناك خسارة اكبر من الخسارة في اليوم الاول احنا في اليوم التاني طبعا عايزة وريكم ان كل السوق نازل يعني كله احمر شايفين احمر 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 هناك نزول في السوق ما اعتقدش هيكون زي النزول او الهبوط اللي حصل في شهر ابريل ده يعني فشخنا كلنا صديقي اعتقد ده هبوط بسيط يعني اتمنى المهم العملة الان طبعا احنا دخلنا بالف دولار العملة الان خلينا نشوف فين ريف اهي ريف بقى عندنا اهو تمنمية تلاتة وسبعين من الدولار من الدولار خلينا نحطه بقى في الاكسل هنا تمنمية تلاتة وسبعين يعني خسرنا كام خسرنا مية وتلاتين دولار يا الموضوع مش ماشي كويس والتاريخ حداشر خمسة طبعا الان هو الفجر يعني يعتبر دخلنا في اليوم التاني حتى الفجر خلاص يعني فهحمل الحلقة هذه اول ما يطلع الشمس ما هتلاقي طلعت لكم والريف طبعا لو ندر نخش بسرعة على القيمة بتاعته دايما نحب حط القيمة بتاعت الريف الحالية تحت خالصنا اهي القيمة هذه اللحظة شايفين انا اشتريت شوية عالي كان عالي انا اشتريت الف دولار عالي ولكن الان عمالي ينزل واحدة واحدة يا رب يطلع لسه فضلينا كتير احنا نقعد عشرين يوم في هذه السلسلة لحد ما نشوف هل الموضوع عطلقنا باي مربح ولا عنطلع باخسارة والعملة اللي انا اخترتها مضروبة طبعا في الحلقة القادمة هشرح لكم ما سبب اختياري لهذه العملة عملة ريف هناك اسباب كثيرة هباحكي لكم عليه بالتفاصيل لاني حاسس انه ما شرحتش في الحلقة السابقة الهدف ان انا اخترت هذه العملة هيا عملة ريف وكتير من الاسباب يعني خلينا نشوف هنا بص لو ضربنا زوم كله احمر 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 انا اشتريت في الحتة دي فين بتاع الرسم ده اين هو بتاع الرسم درو سواني اختار مسلا هذا اختار دايرة انا اشتريت هنا تقريبا فوق زي ما انتم شايفينه اشتريت فوق وكان غباء مني كان فوق استنى اشتري من تحت بس يلا ولكن بيقول لك زوم اوت بتعمل زوم اوت خلينا بس نشيل اعمل زوم اوت هتلاقي انه الجراف زمان كان عالي جدا يعني احنا بنلعب في الحتة الفسفوسية دي مش مهمة اوي يعني ولكن لسه ما زال خطر حنشوف العملة حنمشي مع بعض في هذه السلسلة ادعبنا بلايك بسيط من عندك لقد خسرنا الفلوس بالطير امام عيوننا يا صديقي بس كان لازم نجرب هذا الموضوع ونشوف ايه الوضع مع هذا الموضوع ونلتقي في حلقة اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة